بسم الله الرحمن الرحيم وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين اللهم أعيننا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكننا إلى أنفسنا فيما حضرنا يا من لا تضره الذنوب ولا ينكسه العفو هب لنا ما لا ينكسك واغفر لنا ما لا يضرك نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعفية من البلاء ونسألك ربنا تمام العفية ودوام العفية والشكر على العفية والغينة عن الناس ونسألك ربنا الدرجات العولى من الجنة آمين 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 يا رب العالمين وبعد حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مئدة القرآن وفتاعة الرحمن سبحانه جل وعلا وبفضل الله عز وجل ومنته وكرم وتثبيته وصلنا في رحلتنا القرآنية المباركة إلى سورة الأنبياء صفحة رقم 322 وكتبت هذه المنظومة السجعية لمواضيع السورة الكريم فقلت سورة الأنبياء حول معالم التوحيد ودار الجزاء يعني محور السورة الكريمة يدور حول هذا المقام مقام التوحيد وكذلك الإيمان بدار الجزاء أو يوم الحساب الأول غفلة الناس عن الساعة وكلوبهم في إلهاء وازم بداية السورة قوله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلتهم معرضون والثاني الإنذار بالوحي مشترك بين الأنبياء من قولي تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجال الآية السابعة والثالث دلائل الوحدانية وتنزيه رب السماء من قولي جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين آية رقم تسعة عشر والرابع المصير المحتوم والجميع إلى فناء من قولي تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدة آية أربعة وثلاثين والخامس القصص التفصيلي في دعوة الأنبياء من قولي تعالى ولقد آتينا موسى وهارون آية رقم ثمانية وأربعين والسادس وحدة الملة وعدل الجزاء في قولي تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة من آية رقم اثنين وتسعين والختام الأنبياء رحماء للجميع على سواء من قولي تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آية رقم ماء وسبعة إلى نهاية الصورة الكريم إذن هذه المنظومة السجعية تختصر لنا مواضيع الصورة الكريم وصورة الأنبياء حول معالم التوحيد وظهر الجزاء الأول غفلة الناس عن الساعة وقلوبهم في إلهاء والثاني الإنذار بالوحي مشترك بين الأنبياء والثالث دلائل الوحدانية وتنزيه رب السماء والرابع المصير المحتوم والجميع إلى فناء والخامس القصص التفصيل في دعوة الأنبياء والسادس وحدة الملة وعدل الجزاء والختام الأنبياء رحماء للجميع على سواء اللهم إننا نسألك رحمتك يا رب العالمين أما بداية السورة الكريمة تبدأ بقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون والمعنى قرب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة وهم في غفلة معرضون عن الأخيرة لانشغالهم بالدنيا عنها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون في غفلة عن طاعة الله عز وجل هذا في الدنيا في غفلة عن أداء الصلاة في جماعة في غفلة عن ذكر الله عز وجل في غفلة عما خلقنا لأجله من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة والحسرة من أسماء يوم القيام إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون نعوذ بالله تبارك وتعالى من الغفلة ولذلك ينكشف هذا الغفاء وتنكشف هذه الغفلة عن هذا الإنسان ويعلم أنه كان في الدنيا في غفلة هذا الإنسان المضيع لأوامر الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا أيها الإنسان كنت في غفلة عن طاعة الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى يقول اقترب للناس حسابهم يعني قرب للناس حسابهم على أعمالهم ولذلك سورة الكمر يقول الله تبارك وتعالى في بدايتها اقتربت الساعة وانشق الكمر قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون والمعنى وما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث النزول إلا استمعوه سماعا غير نافع بل سماع لعب غير مبالين بما فيه ولذلك السماع على أربعة أنواع سماع للسماع كمان يقصد التسلية بسماع القرآن الكريم رقم اثنين سماع للاستمتاع كمان يبحث عن أجمل الأصوات ليستمتع بصوت القارئ رقم ثلاثة سماع للاطلاع كحال المنافكين أو أعداء الدين الذين يقرؤون القرآن ربما من بداية إلى خاتمة من أجل أن يثيروا الشبهات في بعض الآيات الكرآنية ويضلوا الناس أو يضلوا جهلة المسلمين الرابع سماع للاتباع وهذا الذي نسأل الله التبارك وتعالى إياه هو المذكور في قوله جل وعلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون يعني سماع لعب غير مبالين بما فيه لا هي تنقلوا بهم وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون يعني استمعوه وكلبهم غافلة عنه وأخفى الظالمون بالكفر الحديثة الذي يتناجون به قائلين هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم لا ميزة له عنكم وما جاء به سحر أفتتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم وأن ما جاء به سحر فهذا حال الأعداء دائما في التضليل وفي إلهاء الآخرين وفي إبعادهم عن طاعة الله جل وعلا وفي اتهام النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم وفي كراءه كن ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي يعلم ما أخفيت من الحديث فهو يعلم كل قول صادر من قائله في السماوات وفي الأرض هو السميع لأقوال عبادي العليم بأعمالهم وسيجازيهم عليها سبحانه وتعالى وهذه الآية الكريمة تشعرون بمراقبة الله تبارك وتعالى في كل همس وفي كل قول وفي كل فعل الله تبارك وتعالى مطلع عليه وذائما كان حال السلف الله معي الله يراني الله مطلع عليه بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل تردد بشأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فطار قالوا أحلام مختلطة لا تأويل له هذا يقصدون به القرآن الكريم وقالوا طارة مرة تانية لا بل اختلقه من غير أن يكون له أصل وقالوا ثارة مرة ثالثة هو شاعر وإن كان صادقا في دعوة فليجئنا بمعجزة مثل الأولين من الرسل فقد جاءوا بالمعجزات مثل عصى موسى وناقة صالح وهذا وحال المشركين وحال هؤلاء الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم أقوالهم متضاربة يعني القول كله يعني مرة يقولون شاعر ومرة يقولون أنه افتراه ومرة يقولون عن القرآن أنه أضغاث أحلام فهذا يظهر يعني أو يظهر كذبهم في النبي عليه الصلاة والسلام ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون يعني ما آمنت قبل هؤلاء المقترحين قرية اقترحوا نزول الآيات فأعطوها كما اقترحوها بل كذبوا بها لما كذبوا بها ماذا حدث أهلكهم الله تبارك وتعالى فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بل كذبوا يعني كذبوا بالآيات الحسي جاءتم الآيات كما طلب وكذبوا بهذه الآيات فأهلكهم الله تبارك وتعالى أفيؤمن هؤلاء ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فالتكذيب بهذه الآيات يجعل الله تبارك وتعالى يعاكب هؤلاء المكذبين قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما بعثنا قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي إليهم ولم نبعثهم ملائكة فاسألوا أهل الكتاب من قبلكم إن كنتم لا تعلمون ذلك وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام بل يأكلون كما يأكل غيرهم وما كانوا باقين في الدنيا لا يموتون فكل من عليها فاد ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين يعني ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم به حيث أنقذناهم وأنقذنا من نشاء من المؤمنين من الهلاك وأهلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم بالله وارتكابهم المعاصي يا رب سلم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعاكلون والمعنى لقد أنزلنا إليكم الكرآن فيه شرفكم وفخركم إن صدقتم به وعملتم بما فيه أفلا تعاكلون ذلك فتسرعون إلى الإيمان به والعمل بما تضمن هذا الكتاب العظيم نسأل الله عز وجل أنجعلنا من أهل الكرآن العالمين به العاملين به أدعينا إليه اللهم أمين يا رب العالمين من فوائد الآية الكريمة أولا قرب القيامة مما يستوجب الاستعداد لهذا اليوم العظيم المؤمن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى ويستعد العرض على الله عز وجل واليقوف بين يديه تبارك وتعالى رقم اثنين انشغال القلوب بالله يصرفها عن الحق نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك رقم ثلاثة إحاطة علم الله عز وجل بما يصدر من عباده من قول أو فعل سبحانه وتعالى وسع ربي كل شيء علما رقم أربعة اختلاف المشركين في الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تخبطهم واضطرابهم كذلك رقم خمسة ان الله تبارك وتعالى مع رسله والمؤمنين بالتأييد والعون على الأعداء سبحانه وتعالى وهذه المعية الخاصة التي كانت مع سائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلوات والتسليمات أخيرا القرآن شرف وعز لمن آمن به وعمل به نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بالقرآن إذن أيها الأحبة كان موضوع هذه الحلقة أو هذه الصفحة الكريمة الموضوع الأول من الصورة الكريمة غفلة الناس عن الساعة وكلوبهم في إلهاء ثم من الآية السابعة قوله تبارك وتعالى والإنذار بالوحي مشترك بين الأنبياء ولعل يكون له بقية فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسن وصفاته العلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمن الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور رحيم ربنا هبلنا من أزواجنا ذريتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكن عذاب النار ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد إلى هنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك إلى هنا ما حق لمن استعصم بك أن يخذل وأنت رازقنا وأنت مجدنا لا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك إلى هنا تعلم حاجتنا وفقرانا إليك وإن كنا في نظر عبادك أغنياء وتعلم ضعفانا وهوانا لديك وإن كنا في نظر عبادك أقوياء وتعلم تكسيرنا في طاعتك واللجوء إليك وإن كنا في نظر عبادك أطقياء اللهم إننا نعوز بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اجعل أعملنا خالصة لك ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول ولا كوة لنا إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى مع إتمام هذه الرحلة الطيبة المباركة مع كتاب الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته